أو الطفل من تحت الأنقاض وقد دم بيته واستشهدت عائلته ويصرخ أن كل ما قدمه هو فداء للمقاومة فداء للأقصى فداء لفلسطين هنا القوة الحقيقية وهنا الشعب الذي يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن عظمته وعن جباروته وعن إيمانه وعن صموده وعن صبره وكذلك ما نشهده في الضفة الغربية من تضحيات وصمود وصلابة وشموخ وصبر وفي كل الساحات أيها الإخوة والأخوات اليوم أنا سأركز حديثي على الحدث المباشر لنفهم ما حصل ولنشرح موقفنا ولنحدد موقفنا ولنحدد المسئوليات ونتحدث عن الأفق طبعا ما يرتبط بالجو اللبناني والتضامن الوطني الموجود وجوانب عديدة وحتى فيما سأتعرض له سأشير أن هذا يحتاج إلى حديث مفصل في وقت لاحق لكن يجب في البداية أيضا أن نوجه التحية إلى كل الذين تضامنوا وتظاهروا وصرخوا وأيدوا وساندوا ودعموا على مستوى العالم من الدول من دول عربية أو إسلامية أو أمريكا اللاتينية إلى كل الشعوب إلى كل المواقف ويجب أن نخص بالذكر والتحية السواعد العراقية والسواعد اليمنية التي دخلت إلى قلب هذه المعركة المباركة أيها الإخوة والأخوات لماذا وصلت الأمور وماها خلفية ما حصل في 27 أول وعملية طوفان الأقصى طبعا سأتعرض إلى هذه الأمور باختصار لأنه لا بد من ذكرها ليبنى عليها الموقف معروف لكم وللعالم معاناة وآلام الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما فما في داعي هلأ نريد نشرح كلكم تعرف هذا الموضوع لكن أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة والحمقاء والغبية والمتوحشة هناك أربع عنوين كانت ضاغطة في الوضع الفلسطيني العنوان الأول ملف الأسرة آلاف الأسرة من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعضهم مضى عليه سنوات طويلة بعضهم مرضى يعاني خطر الموت وليس هناك من يحرك ساكنا ومع الحكومة المتطرفة وهذا الوزير الغبي قام بالتشديد على الأسرة وعلى عائلات الأسرة مما جعل الأمور في بعدها الإنسان سيئة جدا الأنوان الثاني ملف القدس والمزيد الأقصى وما تعرض له خصوصا في الأشفر الماضية وخصوصا في الأسابيع التي سبقت عملية طوفان الأقصى لم يكن له أيضا سابقة منذ احتلال القدس عام 67 ثالثا الحصار على غزة قرابة العشرين عاما هناك أكثر من مليوني إنسان يعيشون في مساحة ضيقة في حصار خانق في ظروف معيشية صعبة دون أن يحرك أحد ساكنا في هذا العالم العنوان الرابع المخاطر الجديدة التي بدأت تتهدد الضفة الغربية من خلال مشاريع الاستيطان الجديدة أيضا مع هذه الحكومة المتطرفة الحمقاء الغبية إضافة إلى أعمال القتل اليومي والاعتقال اليومي وهدم البيوت هذه ملفات كلها كانت ضاغطة وبقوة على الفلسطينيين وعلى حركات المقاومة في فلسطين وليس هناك في هذا العالم من يسأل لا أمم متحدة ولا مجلس أمن دولي ولا منظمة تعاون إسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا اتحاد أوروبي ولا كل التكتلات الدولية المعروفة في العالم بل كانت قضية فلسطين وما يجري في فلسطين وكل هذه الملفات وكل هذه الملفات كانت منسية في آخر اهتمامات العالم إن كانت موجودة أساسا على لائحة الاهتمامات وفي المقابل كانت سياسة العدو تزداد صلافة وتغيانا وعطوا وإفسادا وظلما وقهرا وإذلالا إذن كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان الغاصب المستبد المستعلي ويهز داعميه المستكبرين وخصوصا في واشنطن ولندن ويفتح كل هذه الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المظلوم المحاصر ومقدساتها المهددة طرحها من جديد فقضية أولى في العالم فكانت العملية الجهادية العظيمة الكبرى في سبعة شهرين أول عملية طوفان الأقصى والتي قام بها قام بها مجاهدو كتائب عز الدين القسام رضوان الله عليه وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة هذه العملية إذن هيا أول مؤطة بالخلفي مؤطة الثانية هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينيا مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينيا مئة بالمئة قد أخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة فضلا عن بقية دول وحركات محور المقاومة وهذا ضمن سريتها المطلقة وهذه السرية المطلقة هو الذي ضمن نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة كلافا لما يظنه البعض لن تعرفوا هلأ بالمعركة القائمة يتسلل بعض المثبطين أو المخذلين أو الفتنويين خلافا لما يظنه البعض فهذا الإخفاء لم يزعج أحدا في حركات المقاومة ومحور المقاومة على الإطلاق بل أثنينا عليه جميعا لأنه كان شرطا طبيعيا لنجاح العمل وليس له أي تأثير سلبي على الإطلاق على أي طريق على أي قرار يتخذه فريق أو حركة مقاومة في محور المقاومة بل بالعكس هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة والأهداف وقطع الطريق على الأعداء وعلى المنافقين أن يزيفوا وأن يحرفوا وخصوصا عندما يتحدثون عن علاقات فصائل المقاومة الفلسطينية الإقليمية عادة بلبنان الفلسطين وانمكان لما تصير معركة معينة دخل بيقلك الملف النووي الإيراني خدمة المفاوضات الإيرانية الأوروبية خدمة المفاوضات الإيرانية الأمريكية خدمة للأهداف الإيرانية في المنطقة دخل بيأخذوا الموضوع على محل تاني من باب الكذب والتضليل والتزوير معركة طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني وتنفيذها الفلسطيني وأقول لكم وعدم علم أحد فيها هي تثبت أن هذه المعركة هي فلسطينية بالكامل من أجل فلسطين وملفات فلسطين وقضايا فلسطين وشعب فلسطين وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي أو مشاكل على الإطلاع وهذه الحادثة أيضا تؤكد مصداقية ما كنا نقوله طوال السنوات الماضية ليفهم ذلك الصديق وليفهم ذلك العدو وإن كان البعض لا يستطيع أن يفهم هذه الحقيقة أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قيادات حركات المقاومة الجمهورية الإسلامية في إيران منذ الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى سماحة الإمام الخميني إلى سماحة الإمام الخامنائي دام ظله تتبنى وتدعم وتساند علنا حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة ولكنها لا تمارس أي توصاية عليها على الإطلاق ولا على قياداتها ولا على قراراتها ما حصل في الماضي وما حصل في طوفان الأقصى اليوم يؤكد هذه الحقيقة ومن يريد أن يقرأ ما يجري اليوم ويمكن أن يجري في أي وقت في المستقبل يجب أن يفهم أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأهل المقاومة ومجاهدون المقاومة ويخدمون أهدافهم وقضيتهم الأساسية والحقيقية أيها الإخوة والأخوات النقطة الثالثة الحدث وتداعياته ما حصل ميدانيا كلكم واكبتم بالتفصيل ما في داعي أنا أشرح شصار سبعة تشرين كله شفناه على الشاشات وعلى التلفزيون وكان عملا بطوليا شجاعا مبدعا متقنا عظيما كبيرا ترفع لهم حيا ماذا أدى هذا العمل الكبير والعظيم أدى إلى حدوث إلى إيجاد وإحداث زلزال على مستوى الكيان الإسرائيلي زلزال زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي وكانت له نتائج والتداعيات استراتيجية ووجودية وستترك وتترك آثارها على حاضر هذا الكيان وعلى مستقبل هذا الكيان ومهما فعلت حكومة العدو ما فعلت خلال الشهر الذي مضى وخلال الأسابيع والأيام المقبلة هي لم تستطيع هي لم تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج ومن تداعيات ومن آثار طوفان الأقصى الاستراتيجية والتاريخية على هذا الكيان وعلى مستقبل الصراع في هذا الكيان وكشفت الكثير من الحقائق التي يجب أن نعرفها جميعا وأن نضيء عليها طبعا ليس الآن في أوقات مختلفة الحديث عن نتائج وتداعيات وآثار الآثار العظيمة والكبيرة لعملية الطوفان الأقصى أيضا تحتاج إلى وقت آخر إلى تفصيل آخر في وقت آخر لكن أهم نقطة أنها كشفت عن الوهن والضعف والهزال وأنها بحق أوهن من بيت العنكبوت أنها أوهن من بيت العنكبوت لقد قرأت في بعض وسائل وسائل الإعلام الإسرائيلية كلاما يقول أن الإسرائيليين أنفسهم باتوا يؤمنون باتوا يؤمنون أكثر من فلان عني أنا أن الإسرائيليين باتوا يؤمنون أكثر من فلان أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت وهذه حقيقة ثبتتها عملية الطوفان الأقصى طيب سارعت الإدارة الأمريكية برئيسها ووزرائها وجنرالاتها لتمسك بهذا الكيان الذي كان يهتز وكان يهتزلزل من أجل أن يستعيد بعض أنفاسه يستعيد بعض وعيه يقف على قدميه من جديد وليستعيد زمام المبادرة وهو لم يتمكن حتى الآن من استعادة زمام المبادرة وتقديم الحماية والمساندة له بكل الأشكال هذه الحادثة وهذه السرعة الأمريكية لإحتضان إسرائيل ومساندتها ودعمها وإسنادها كشف وهنى وفشل وضعف هذا الكيان تصوروا منذ الأيام الأولى لطوفان الأقصى وفي مواجهة قطاع غزة المحاصر حكومة العدو من اليوم الأول احتاجت إلى أن تأتي الأساطيل الأمريكية إلى البحر الأبيض المتوسط من أجل الدعم المعنوي والإسناد العسكري أساطيل الأمريكية طيب وين جيشكم وين سلاح الجو تبعكم وين أسطولكم البحر وين إسرائيل التي كانت تتفاخر بأنها أقوى جيش في المنطقة شوي بده يجي تجي الأساطيل الأمريكية وحاملة الطائرات الأمريكية وأن يأتي الجنرالات الأمريكيون وخبراتهم إلى الكيان أن يأخذ قرار من اليوم الأول بفتح المخازن الاستراتيجية الأمريكية في فلسطين للجيش الإسرائي إسرائيل من الأيام الأولى طلبت أسلحة جديدة وصواريخ جديدة من إسرائيل من اليوم الأول من أمريكا من اليوم الأول طلبت إسرائيل 10 مليار دولار بعد ما بلشنا هذه دولة قوية هذه دولة تملك قدرة الوقوف على قدميها التي تحتاج إلى هذا الدعم الأمريكي وإلى هذا الحشد الغربي الأوروبي رؤساء جمهورية رؤساء حكومات وزراء وزراء دفاع جنرالات يأتون من كل أنحاء العالم من أجل الدعم المعنوي لإسرائيل ماذا فعل طفان الأقصى بهذا الكيان وبقادة هذا الكيان نقطة لمعنى طبعا هاي النتائج هاي التداعيات هذه الآثار يجب أن تشرح يجب أن تبين طبعا أنا لا ما عندي وقت تشرح يجب أن تبين لنعرف أن التضحيات القائمة الآن في غزة وفي الضفة وعلى كل الجبهات نعم هذه تضحيات مستحقة لأنه يمكن في ناس اللي عم بيقولوا يعني حماس والإخوة بغزة كانوا عاملينها الاحساب نعم هذه الإنجازات وهذه النتائج وهذه التداعيات تستحق كل هذه التضحيات لأنها أسست لمرحلة جديدة من الصراع مع هذا العدو أسست لمرحلة تاريخية جديدة من مصير الشعب الفلسطيني ومصير شعوب المنطقة ودول المنطقة هذا الأمر الذي حصل في طفان الأقصى ولذلك ويستحق كل هذه التضحيات ولم يكن هناك خيار آخر وليس هناك خيار آخر الخيار الآخر يعني السكوت الصمت الانتظار انتظار الموت انتظار ذهاب الضفة انتظار ذهاب الأقصى انتظار المزيد من الحصار انتظار موت الأسرة ولذلك هذا الخيار كان صائبا سليما صحيحا حكيما شجاعا مطلوبا في وقته الصحيح وفي وقته المناسب ويستحق كل هذه التضحيات مؤتل بعد كيف تصرف العدو تجاه حادثة 27 وطفان الأقصى كان واضح من الساعات الأولى ان هذا العدو كان ضائعا وتائها وشاردا لانه تعرفوا يوم سبت وليلة عيد وهي كان طبعا التوقيت العظيم اللي تم انتخابه من قبل المقاومة كان الجماعة يبدو كل النايمين لانه كل الليل سحرانين وسكرانين وليس فقط في غلاف غزة حتى في تل أبيب وفي القدس لانه الى ساعات لبين نتنياهو وبين جلنت وبين الجماعة وفيئين من النوم في حالة ذهول في حالة جنون في حالة ضياع في حالة غضب غضب مع جنون ولذلك عندما ذهبوا لاستعادة المستعمرات في غلاف غزة من عيد المقاومين الفلسطينيين هم الذين ارتكبوا المجازر بحق المستوطنين الإسرائيليين وليس ما يتهمون به حماس وبقية فصائل المقاومة وبدأت الآن أصوات ومقالات وتحقيقات في داخل الكيان الإسرائيلي تقدم شواهب على هذا الأمر وغدا عندما يقف غبار المعركة وتبدأ لجان التحقيق سيكتشف العالم أن أغلب من يقولون أنهم مدنيون قتلتهم حماس أو قتلهم الفلسطينيون إنما قتلوا بسلاح ورصاص وقزائف وصواريخ الجيش الإسرائيلي الذي كان يتصرب بغضب وبجنون وبضياع طيب أمام غزة وأمام الحادث المهول الذي تعرض له العدو يبدو أن حكومات العدو الإسرائيلي لا تستفيد من تجاربها على الإطلاق هذا اللي بنسمعه على طول بيظل يقولوننا أنه إسرائيل تستفيد بتعمل تحقيقات وبتأخذ العبر والدروس ما نبين هيك ما نبين بيستفيدوا من التجارب ولا بيأخذوا عبر ودروس وخصوصا من تجاربهم وحروبهم مع حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين وده واضح ما يجري اليوم جرى بالسابق طبعا مع فارق سأتحدث عنه في لبنان في تموز 2006 وفي حروب متكررة مع غزة مع فارق كمي ونوعي ولكن من نفس الطبيعة ومن نفس الجوهر من هم الأخطاء التي تكبت في الحروب السابقة ويرتكبها حكومة العدو الآن هي الأهداف هي طرح أهداف عالية لا يمكنهم أن يحققوها ولا يمكنهم أن يصلوا إليها مثلا عندما قالوا أن الهدف هو القضاء على حماس في قطاع غزة على حماس كل حماس يعني مرة بيقول الإسقاط حكومة حماس مرة بيقول القضاء على قيادة حماس مرة بيقول القضاء على الجناح العسكري في حماس بس مرة بيقول القضاء على حماس في واحد برأسه عائلة بيحط هكي هدف ثم بعدين لما فاءوا على حاله وطالبوهن عائلات الأسرة حطوا هدف تاني استعادة الأسرة لدى المقاومة فصائل المقاومة في غزة بلا قيد وبلا شرط طيب في واحد عنده تجربة طويلة عريضة مع فصائل المقاومة من البداية حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية إلى اليوم فيش يوم من الأيام استطاع الإسرائيلي أن يحرر أسراه بدون تبادل بدون تفاوض هذا ما بيستفيد من تجاربه طيب ما جرى في لبنان في 2006 نفس الشيء بعد عملية الأسيرين إجه قال هدف الحرب القضاء على حزب الله صحق حزب الله طبعا كانت معه أمريكا ومعه الغرب ومعه دول عربية ومشاكل الهدف هو صحق حزب الله في لبنان واستعادة الأسيرين بلا قيد وبلا شرط طيب وقاتل 33 يوم لا أدر سحق حزب الله ولا أدر استعاد الأسيرين بدون تفاوض وبدون تبادل ما هي التجربة هي زيتها واليوم في غزة نفس الشيء طبعا مع فرق أساسي اسمه حجم الجرائم والمجازر والقتل وأعمال الإبادة التي يمارسها هناك في حرب تموز أكثر من 150 ألف منزل ما بين تدمير كامل وجزئي ألاف شهداء ولكن في نهاية المطاف صمد الشعب اللبناني صمدت المقاومة في الجبهات أجبر العدو أن يتوقف وأن يتنازل عن أهدافه وأنزلوه عن الشجرة اليوم ما يجري في فلسطين ما يجري في قطاع غزة أيها الإخوة والأخوات أيضا يكشف غباء الإسرائيلي وحماقة الإسرائيلي وعجز الإسرائيلي لأن ما يقوم به ما هو هو يقوم بقتل الناس في غزة الأطفال والنساء أغلب الشهداء هم من الأطفال والنساء أغلب الشهداء الأغلبية الساحقة هي من المدنيين يدمر الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس لا توجد حرم لشيء لا لدم ولا لمؤسسة في قطاع غزة يدمر أبنية مليئة بالسكان يدمر أحياء بكاملها تحت مرأة العالم هل هذا يحتاج إلى أقوى سلاح جو في المنطقة؟ هل هذا يحتاج إلى جيش قوي في المنطقة؟ هذا يستطيع أن يفعله أي جيش يملك بعض الطائرات وبعض الصواريخ ولكن شهر بكامله لم يستطع أن يقدم إنجازا عسكريا حقيقيا واحدا وعندما تقدم إلى البارون نفس السيناريو في حرب تموز عندما وجد بأن القصف والمجازر وتهجير الناس وتدمير البيوت وألاف الشهداء وألاف الجرحة لم يمس ولم يفت من عدد المقاومة بدأ عمليته البارية وكانت البطولات في مارون الراس وفي بنت جبيل وفي القرى الأمامية وفي عيطة وفي غيرها مما شهده العالم ومجازر الدبابات والقتل والجرحة في صفوف العدو طيب اليوم نفس الشي عم يعمل بغزة هو يحاذر أن يقوم بعملية كبيرة يبيعها للعالم أنه هو معم يعمل عملية برية كبيرة ولكن هو يحاذر لأنه خائف ولأنه عاجز ولأنه فاشل وحتى الخطوات المحدودة التي قام بها كلنا شهدنا بأم العين شجاعة وبطولات المقاومين الفلسطينيين عندما يتقدم المقاوم ويضع العبوة على سطح الدبابة كيف سيقاتل هذا الجيش في أرض من هذا النوع ومع مقاتلين من هذا النوع إذن هذا الذي تصرف به العدو وما زال في الجهد العسكري المباشر تردد وارتباك وخوف وضعف نعم ما يتقنه منذ خمسة وسبعين عاماً هو ارتكاب المجازر كما فعل في فلسطين وكما فعل في لبنان وفي كل المنطقة والهدف هو أن يمس بإرادة قيادة المقاومة لترفع الأعلام البيضاء لتستسلم لتخضع وانا اعتقد أن المشاهد الآتية كل يوم وكل ليلة وكل ساعة من قطاع غزة تقول لهؤلاء الصهاينة مشاهد الأطفال مشاهد النساء الرجال الخارجين من تحت الأنقاض الصارخين بتأييد المقاومة تقول لهذا العدو أن نهاية المعركة ستكون انتصار غزة وهزيمة هذا العدو وأنك لن تستطيع من خلال القتل والمجازر أن تصل إلى أي نتيجة على الإطلاق أيها الإخوة والأخوات نقطة لبعض كل هذا الذي يجري في قطاع غزة ويراه العالم يكشف لنا من جديد ويؤكد لنا من جديد أولاً الطبيعة المتوحشة والهمجية لهذا الكيان لإسرائيل للكيان الغاصب الذي زرعوه في منطقتنا في فلسطين بناء على وعد بلفور المشؤوم الذي كان ذكراه بالأمس ليتنظى بناره وحبوبه منذ خمسة وسبعين عاماً شعوب المنطقة وأولها الشعب الفلسطيني ومصر والأردن وسوريا ولبنان وكل المنطقة اليوم من جديد وبعد كل السنوات التي حاولوا فيها أن يقولوا للشعوب العربية وللعالم الإسلامي وللشعوب العالم أن ما في جواركم هي دولة ديمقراطية دولة قيم إنسانية دولة إخلاء أخلاق دولة قانون دولة تحترم القانون الدولي اليوم شهداء غزة أطفال غزة نساء غزة المظلومون في غزة كما في كل المجازر السابقة يكشفون ويسقطون كل هذه الأقنعة الكاذبة التي ساهمت سياسات ووسائل إعلام عالمية وعربية في خداع شعوبنا لدفعها نحو التطبيع مع هذا الكيان أو السكوت عن هذا الكيان وثانياً يكشف ويؤكد المسؤولية الأمريكية المباشرة عن كل هذا القتل والمجازر والهمجية وهذا النفاق الأمريكي من أول يوم بايدن بيقول وصيناهم انتبهوا للقانون الدولي حاكم بالدفاع عن النفس بس انتبهوا للمدنيين حكي فاضي نفاق ثلاثون يوماً تسحق غزة أمام المجتمع الدولي ودول عالم ودول غرب التي تتغنى بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان يتخذون حجة كاذبة أن حماس قطعت رؤوس الأطفال ولم يستطيعوا أن يقدموا لها دليلاً على الإطلاق ويسكتون عن آلاف الأطفال الذين تقطع رؤوسهم في قطاع غزة وتتشضى إجدادهم في قطاع غزة لنعرف حقيقة أمريكا وحقيقة الغرب وحقيقة المجتمع الدولي وحقيقة ما يسمى بالقوانين الدولية وشريعة الغاب التي تحكم هذا العالم أيها الإخوة والأخوات من خلال هذا الذي يحدث يجب أن نعرف اليوم أن أمريكا هي المسؤولة بالكامل عن حرب الدائرة في غزة وعلى شعبها وأن إسرائيل هي مجرد أدوات تنفيذية أمريكا هي التي تمنع إدانة إسرائيل في مجلس الأمن أمريكا هي التي تمنع وقف إطلاق النار في غزة أمريكا هي التي تمنع وقف العدوان على غزة وأمريكا تثبت من جديد كما قال عنها الإمام الخميني قدس سره الشيطان الأكبر هي المسؤول الأول عن كل المجازر في القرن الحاضر والماضي من هورشيما إلى بيتنام إلى العراق إلى أفغانستان إلى لبنان إلى فلسطين إلى كل المنطقة ويجب أن تحاسب على جرائمها وعلى مجازرها ويجب أن تجازى على ما ترتكبه بحق شعوب منطقتنا وفي هذا السياق أيها الإخوة والأخوات يأتي قرار المقاومة الإسلامية في العراق بمهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وفي سوريا باعتبار أن الأمريكي هو الذي يدير الحرب في غزة وهو الذي يجب أن يدفع ثمن عدوانه ودعمه واحتلاله وجرائمه في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وهذا قرار حكيم من قيادة المقاومة الإسلامية في العراق قرار حكيم وصائب وصحيح وشجاع ومبارك وقد سمعنا اليوم وبالأمس أيضا خطوات جديدة باتجاه فلسطين المحتلة في أكثر من نقطة وسيتضح ذلك في الساعات والأيام القليلة المقبلة ونحن هنا نوجه التحية لهؤلاء المقاومين الشرفاء الذين ينصرون إخوانهم ويغيثون المظلومين والمعذبين ويدخلون إلى المعركة بحق أيها الإخوة والأخوات النقطة اللي بعد إن واجب كل حر وشريف في هذا العالم أن يبين هذه الحقائق التي تحدثنا عنها في معركة الرأي العام التي يخوضونها بالأكاذيب والتزوير والتحريف ورأي العام العالمي بدأ ينقلب على أولئك التغاب على قتلة الأطفال الحقيقيين والعالم كله يرى آلاف الأطفال والنساء يقتلون وتمزق أجسادهم أمام كاميرات العالم هذا أضعف الإيمان في هذه المعركة التي هي معركة الحق والباطل معركة الإنسانية مقابل التوحش والهمجية التي تمثلها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وبعض دول الغرب الدفاع اليوم عن شعب غزة هو مقتضى إنسانية الإنسان من يصرخ من يكتب من يأخذ موقفا من يتظاهر من يدعم من يساند من يتكلم من يتحرك فضلا عن من يقاتل هذا ومقتضى إنسانية الإنسان ومن يسكت يجب أن يعيد النظر في إنسانيته إن كان إنسانا وفي دينه إن كان ينتمي إلى دين وفي شرفه إن كان يدعي أنه شريف وهنا يجب أن يتحمل الكل مسؤوليتهم أيها الإخوة والأخوات أصل إلى تحمل المسؤولية في 48 عندما تخلى العالم عن الشعب الفلسطيني قام هذا الكيان ودفع الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة وكل دول المنطقة آثار وسلبيات وآلام قيام هذا الكيان التبعات لم تكن فقط على الشعب الفلسطيني كانت على الأردنيين والمصريين والصويريين واللبنانيين ولعله لبنان من أكثر الدول والشعوب التي عانت من آثار وجود هذا الكيان المعتدي والغاصب والطماع وهذه حقيقة تاريخية من يستطيع أن يتهرب منها أو يتنكر لها اليوم نفس الشيء اليوم ما يجري في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة وليس حادثا كبقية الحوادث ليست معركة كبقية المعارك هي معركة فاصلة حاسمة تاريخية ما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق وهذا يفرض على الجميع أن يتحمل المسؤولية عندما نتحدث عن تحمل المسؤولية يجب أن نضع الأهداف القريبة التي يجب أن نعمل لها جميعا وفي رأينا هناك هدفان الهدف الأول الذي يجب العمل له في الليل وفي النهار وقف العدوان على قطاع غزة وقف الحرب على قطاع غزة والهدف الثاني أن تنتصر غزة أن تنتصر المقاومة الفلسطينية في غزة وأن تنتصر حماس بالتحديد في غزة هذه الأهداف يجب أن يتم وضعها وضعها نصب العين ويجب العمل من أجلها الهدف الأول وقف الحرب ووقف العدوان أسبابه ودواعيه وأدلته إنسانية وأخلاقية ودينية وشوعية وليست قابلة للنقاش أما الهدف الثاني فهو أيها الإخوة والأخوات ويا كل السامعين هو مصلحة الجميع هو بالتأكيد أولا مصلحة شعب الفلسطين مصلحة كل شعب الفلسطين ولكنه أيضا لأنه في ناس هون عم يلعبوه عم يلعبوه بالتزوير وبالتحريف في ناس بيقول لك إذا انتصرت غزة يعني انتصرت إيران إذا انتصرت غزة خبنا نحكي نقمر على المكشوف يعني انتصر الإخوان المسلمين في المنطقة هذا تضليل، هذا تحريف، هذا تزوير انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني انتصار العسرة في فلسطين انتصار الدفة والقطاع والقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وهو أيضا انتصار لدول وشعوب المنطقة وخصوصا دول الجوار ليس هناك وقت لأن أشرح بالتفصيل ولكن تكفي الإشارة انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية مصرية انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية أردنية انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية سورية وأولاً وقبل كل الدول انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية لبنانية وأعتقد أن هذا الأمر تم شرحه خلال الأيام القليلة الماضية ماذا يعني أن تنتصر إسرائيل في غزة ماذا يعني أن تهزم المقاومة في غزة ما هي تداعيات هذا على دول منطقة على فلسطين على قضية فلسطين وخصوصا على لبنان في البعد الأمني في البعد السياسي في البعد الشعبي في البعد الديمغرافي والعدو يتهدد لبنان وشعب لبنان ويتوعد هو غرآن في رمال غزة عاجز وفاشل ولكنه يستقوي يستقوي على الشعب اللبناني ويتهدد الشعب اللبناني بماذا؟ بدماء الأطفال في غزة بدماء وأشلاء النساء في غزة بالمساجد والكنائس المدمرة في غزة وهذا منتهى الوحشية والهمجية إذن أيها الإخوة والأخوات المسئولية هي مسئولية الجميع في هذا العالم كل حر وكل شريف في هذا العالم يجب أن يتحمل المسئولية الدول والحكومات العربية والإسلامية يجب أن تعمل كل جهدها لفرض وقف العدوان على غزة بالحد الأدنى ما بدكم تشتغلوا للهدف الثاني دينكم إنسانيتكم أخلاقكم ضمائركم تفرض عليكم أن تعملوا من أجل الهدف الأول وهو وقف العدوان لا يكفي التنديد وبيانات الاستنكار والشجب اقطعوا العلاقات اصحبوا السفراء لا يكفي أن نخطب وفي نفس الوقت نرسل النفط إلى إسرائيل ونرسل الغاز إلى إسرائيل ونرسل المواد الغذائية إلى إسرائيل للأسف الشديد في الحروب الماضية كان الخطاب للدول العربية والإسلامية اقطعوا النفط عن أمريكا وأصبحنا اليوم نحلم ونطالب ونقول للدول العربية والإسلامية اقطعوا النفط عن إسرائيل واخطعوا المواد الغذائية عن إسرائيل وأوقفوا تصدير ما تصدرونه إلى إسرائيل قرأت لبعض الإسرائيليين متهكما على الدول العربية يقول 22 نظام ودولة عربية لا تستطيع أن تخرج مريضا جريحا من غزة لا تستطيع أن تدخل شاحنة مساعدات إلى غزة هل وصل العز العربي إلى هذا المستوى الأخوة في غزة في نداءاتهم يقولون للدول العربية لا نطالب جيوشكم ولا سلاحكم ولا صواريخكم ولكن أليس فيكم بعض القوة حتى تفتحوا معبر رفح وتفرضوا إدخال مساعدات وإخراج الجرحاء ألا يستطيع هؤلاء أن يذهبوا ويعتصموا عند معبر رفح ملوك رأساء وزراء علماء كبار القوم في العالم العربي والإسلامي هم ونساؤهم وأطفالهم على مقرب من نساء وأطفال غزة ويحولوا الحدود مع رفح إلى منبر يخاطبون من خلاله كل العالم ويخاطبون شعور بهم ويحملون الجميع المسؤولية على كل حال يجب أن نقول هذا الكلام أنا لا أريد أن أذهب لا إلى لغة التخوين ولا إلى لغة إساءة الكلام ويجب أن نقول هذا الكلام ويجب أن نقول هذا الكلام أنها قد تدخل في مرحلة جديدة الإخوة في اليمن ويجب أن نقول هذا الكلام عندما يواصل في نهاية المطاف ستصل ستصل هذه الصواريخ وهذه المسيرات اليمنية إلى إيلات وإلى جنوب فلسطين وإلى القواعد العسكرية الإسرائيلية المحتلة في جنوب فلسطين ولهم كل التحية وكل تقدير أما في جبهتنا اللبنانية نحن لأن البعض بيقول السيد بدو يعلن عن دخول المعركة نحن دخلنا المعركة من 28 أول نحن دخلنا المعركة من 28 أول بدأت المقاومة الإسلامية في لبنان بعملياتها يعني تاني يوم طوفان الأقصى ما ما عنا علم شي صدقا وعدلا يوم السبت أخذنا علم مثل كل العالم وانتقلنا سريعا من مرحلة إلى مرحلة تاني يوم بدأت العمليات في منطقة مزارع شبعة وطلال كفرشوبة وبعدها امتدت إلى كامل الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وأنتم وكبتم وتواكبون أخبار العمليات بشكل يومي وبشكل تفصيلي ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو قد يبدو ما يجري على الحدود متواضعا ولكن لو نظرنا إلى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده كبيرا جدا ومهما جدا ومؤثرا جدا طبعا لن يتم الاكتفاء به على كل حال لن يتم الاكتفاء به ومنذ أن كان هناك مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان ومنذ أن كان هناك مستعمرات ومستعمرون ومحتلون في شمال فلسطين محتلة على الحدود مع لبنان لم يحصل حتى في حرب تموز ما يجري الآن منذ ثمانية تشرين أول أن تتعرض كل المواقع العسكرية الإسرائيلية من البحر إلى أعالي مزارع شبعة وتلال كفرشوبة أن تتعرض إلى عمليات هجومية يومية ومركزة تستهدف هذه المواقع وما بينها تستهدف الدبابات والآليات والمسيرات والجنود وتجمعاتهم وتجهيزاتها الفنية التي هي عيونها وآذانها وبمختلف الأسلحة المقاومة الإسلامية في لبنان منذ ثمانية تشرين أول تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من هو موجود بالفعل في المنطقة الحدودية من المقاتلين ومن السكان معركة حقيقية مختلفة عن كل المعارك التي خاضتها المقاومة في لبنان سواء قبل الألفين أو في الألفين وستة وما بعدها معركة مختلفة من نوع آخر في ظروفها في حيثياتها في عنوينها في أدواتها في استهدافاتها في إجراءاتها ولذلك تقدم فيها هذه الكوكبة الكبيرة من الشهداء الشجعان المضحين الذين كانوا يصرون البقاء والتواجد في الخطوط الأمامية عند الحدود أيها الإخوة يوم السبت في سبعة تشرين أول يعني بعد عملية طوفان الأغصى مباشرة بدأ بسحب قوات نظامية من الحدود دعوني أشرح قليلا ماذا حققت هذه العمليات حتى الآن عندما نتحدث عن شهداء في الجبل اللبنانية ما يقارب على سبعة وخمسين شهيدا بما فيهم شهداء السرايا اللبنانية إضافة إلى شهداء كتاب القسام إضافة إلى شهداء سرايا القدس في لبنان إضافة إلى شهداء المدنيين طيب نشوف هو الشهداء هذا الدم يعني شو اللي عمله وين شو اللي أنجز هذا مهم جدا نعرفه لنعرفه فننكمل كمان أولا عند الحدود يوم السبت بسبعة تشرين أول بدأ العدو بسحب قوات من الحدود مع لبنان لأنه طبعا هو في حالة انهيار معنوي ويريد أن يحشد قوات واستدعى الاحتياط تصوروا من أجل غزة وقطاع غزة المحاصر المساحة المحدودة هو بده يأخذ كل الجيش على غزة بده يسحب من الضف بده يسحب من شمال فلسطين ويستعيد عنهم ببعض قوات الاحتياط واستدعى الاحتياط وهذه طبعا يمكن لها سابقة مرة أو مرتين في تاريخ الكيان طيب العمليات التي بدأت ويوما بعد يوم كانت تتصاعد وصولا إلى ما كانت عليه يوم أمس أجبرت العدو على أن يبقي قواته عند الحدود وفي شمال فلسطين محتلة بل أن يضيف إليها قوات بعض القوات وخصوصا قوات النخبة التي كان يريد أن ينقلها من الضفة إلى غزة جاء بها إلى شمال فلسطين محتلة وبالتالي في أول هذا العنوان أن الجبهة اللبنانية خففت جزءا كبيرا من القوات التي كانت ستسخر للهجوم على غزة وجذبتها باتجاهنا ونحن هنا نعم نحن هنا نعرض أنفسنا الخطر صحيح نحن هنا البعض يقول في لبنان أننا نغامر صحيح ولكن هذه المغامرة ضمن حسابات مفيدة وصحيحة شوفوا إخوان لو كان موقفنا بس أنه نحن مضامنين سياسيا ومنخطب ومنعمل مظاهرات كل يوم وكان الإسرائيلي مرتاح عند الحدود الشمالية كان كل القوات طبعه بدأت تروح على غزة هلأ جزء من القوات على الضفة لكن جبهة لبنان شو عملت هلأ عندي أرقام دقيقة بعديد الأوات والآليات والفرق والألوية والكتائب ومشاكل لكن لأنه هذا بده شرح وأرقام دقيقة أنا أطلبت من الإخوان تأدير قريب بتعابير سهلة اليوم جبهة لبنان استطاعت أن تجذب تلت الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان تلت الجيش الإسرائيلي الآن موجود في قبال هؤلاء المجاهدين الذين يقاتلون عند الحدود هذا واحد وجزء مهم من هذه القوات هي قوات نخبة وقوات نظامية وهذه كان يمكن أن تذهب إلى غزة اتنين نصف القدرات البحرية الإسرائيلية الآن موجودة في البحر المتوسط مقابلنا ومقابل حيفا تلت ربع القوات الجوية مسخرة باتجاه لبنان اربع ما يقارب نصف الدفاع الصاروخي يعني هذا القبة الحديدية والقبة الصاروخية والباتريوت ومشاكل تقريب النصف موجه باتجاه جبهة لبنان قريب الثلث من القوات اللوجستية موجهة باتجاه لبنان طيب هاي واحدة من الثمار المباشرة وهذه أرقام صحيحة ودقيقة طبعا ممكن الإخوان بعدين يحطوا أرقام بس أنا حبيت أقول نسب تقريبية هيدا واحد اتنين نزوح عشرات الآلاف من سكان المستعمرات وإخلاء آلاف آخرين يعني في ناس هنالحالهم فلوا وفي ناس إجت الحكومة والجيش الإسرائيلي فللوهم بالشمال في 43 مستعمرات تم إخلاؤها وما هم موجودون الآن في المستعمرات هم بالأعمل أغلب جنود وليسوا مدنيين في الجنوب مقابل غزة 58 مستعمرات تم إخلاؤها هؤلاء الذين تم إخلاؤهم من الشمال ومن الجنوب يشكلون ضغطا كبيرا على المستوى النفسي والمعنوي والمالي والاقتصادي وهذا طالع صرحة وزير المالية على إسرائيل ويخدم في مسألة الضغط والوقت العنوان الثالث وهو الأهم أو لا يقل أهمية إن هذه العمليات على الحدود وفي مزارع شبعة أوجدت حالة من القلق والترقب والذعر والخوف لدى قيادة العدو السياسية والعسكرية وأيضا لدى الأمريكيين اللي بالآخر هنحكي عنهم كلمتين لحاله القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل وعلى العدو أن يحسب له كل حساب وهو يحسب له كل حساب هم عبروا عن ذلك وتحدثوا عن ذلك وهو دخيل في حساباتهم ونقرأه بقوة من خلال كل الرسائل الأمريكية والفرنسية والأوروبية والغربية وبعض العربية التي تصلنا في كل يوم من 27 أول إلى اليوم هذه النتيجة إيجاد حالة القلق والغموض والذعر لدى قيادة العدو تخدم أمرين أساسيين مهمين الأمر الأول تجعل عدو يحسب خطواته جيداً باتجاه لبنان هنا نتحدث عن الردع هنا نتحدث عن الخوف الإسرائيلي الحقيقي لو عملية واحدة مما جرى خلال الشهر الماضي عملية واحدة حصلت على موقع إسرائيلي أو دبابة إسرائيلية أو تحشدات إسرائيلية عند الحدود ما كان يمكن للعدو أن يتحمل ذلك ولكنه اليوم يتحمل كل ذلك ويضبط إيقاعه لأن لديه خشية حقيقية من ذهاب الأمور إلى ما يخاف وإلى ما يحذر إذن الأمر الأول هذا الحضور في الجبهة هذه العمليات في الجبهة هذه الجهوزية في الجبهة هذا العمل اليوم يجعل عدو مردوعاً وإلا كلنا سمعنا وزير الدفاع وغير وزير الدفاع والأصوات التي تتحدث عن اغتنام فرصة التأييد الأمريكي والدول لإسرائيل في حربها على غزة لفتح حرب على لبنان أو القيام بعملية استباقية اتجاه لبنان عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك ويخيفنا يقول أيها اللبنانيون انظروا إلى غزة لقد شهدنا هذه المشاهد منذ 1948 ليست مشاهد جديدة علينا وهذه المجازر في لبنان تشهد من قانا إلى صبر وشدتيلا بالعكس هذه المشاهد في غزة ستجعلنا أكثر قناعة وإيمانا بوجوب الصمود والقتال والمواجهة والتحدي وعدم الاستسلام مهما كانت تهديدات والضغوط والأمر الثاني الذي يتحقق هو من خلال هذه العمليات وهذا القلق وهذا الغموض بضيفوته بحساباته وهو يتصرف مع غزة وخصوصا في العمليات الباوية وهو يعمل لهذا كل حسابه إذن هذه أهداف هذه نتائج تحققها المواجهة اليوم في الجنوب وتحققها دماء الشهداء إضافة إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التي أصابت هذا العدو خلال الأسابيع القليلة الماضية هذه العمليات ودماء الشهداء وتضحيات المضحين من الشهداء والجرحة والمقاومين المرابطين وأهلنا الشرفاء الذين ما زالوا في القرى أو الذين يتحملون اليوم أعباء النزوح النزوح المؤقت هؤلاء جميعا هم في موقع التضحية في هذه المعركة التي تستحق هذا الموقف وهذا الأداء هذه العمليات هي تعبير عن تضامننا مع غزة مع شعبها مع مقاومتها بدماء الشهداء بعرق المجاهدين بصهر الليالي بمواجهة الأخطار لتخفيف الضغط عنهم في حالة الجنون والضياع التي تسيطر على قيادة العدو السياسية والعسكرية طيب هنا نصل إلى النقطة المهمة الآن هذه الجبهة عندنا ليعرف العالم شوفوا على مدى أسابيع ضغوط واتصالات تهديدات حتى قيل لنا من اليوم الأول أنه إذا بتعملوا عمليات بجنوب إذا بتفتحوا الجبهة بجنوب هذه الأساطير الأمريكية جاءت من أجلكم والطيران الأمريكي هو الذي سيقصفكم هذا قيل لنا بيوم الأحد بـ 28 وقيل لنا في أكثر من يوم وفي بعض التفاصيل عندما دخلت بعض المجموعات الفلسطينية من حماس والجهاد من الحدود اللبنانية إلى داخل أرض فلسطين محتلة عند أول عملية أيضا جاءت تهديب أن الطائرات الأمريكية ستقوم بقصفكم ودخلت المجموعة الثانية ودخلت المجموعة الثالثة وستدخل مجموعات جديدة أيضا إن شاء الله هذا التهديد أول مسار وتطور الأحداث في غزة هذه الجبهة هي جبهة تضامن هي جبهة مساندة لغزة ولذلك تتطور وتتحرك على ضوء الأحداث هناك وما تقتضيح حقا طبيعة الأحداث والتهديدات والتطورات هناك والأمر الثاني الذي يتحكم بجبهتنا اللبنانية هو سلوك العدو الصهيون اتجاه لبنان وهنا مجددا أحذره من بعض التمادي الذي طال بعض المدنيين فقضوا شهداء وهذا سيعيدنا إلى المدني في مقابل المدني في كل الأحوال مسار سلوك العدو اتجاه لبنان هو أيضا يتحكم بجبهتنا أنا أقول بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض وغموض بناء أيضا أن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات ويجب أن نكون جميعا مهيئين وجاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات والفياضيات المقبلة وأقول للأمريكيين التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا لا على حركات المقاومة ولا على دول المقاومة تعرفوا وصل الأمر نحن وصلتنا رسائل آل إذا بتكملوا عمليات بالجنوب أمريكا مش بس بدا تقصفكم بلبنان بدا تقصف إيران كمان صوروا التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام وأنا أقول لكم بكل صدق وصراحة أن أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها عدتها أيضا أيها الأمريكيون تذكروا هزائمكم في لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وخروجكم المذل من أفغانستان أيها الأمريكيون إن الذين هزموكم في لبنان في بدايات الثمانينات ما زالوا على قيد الحياة ومعهم اليوم أولادهم وأحفادهم أيضا إذا كانت السياسة الأمريكية والغربية تنادي بمنع اتساع المواجهة في المنطقة فطريقها ليس التهديد والتهويل على المقاومين الشرفاء الذين يدافعون عن المظلومين وينصرون المقدسات وإنما طريقها وقف العدوان على غزة وهي إسرائيل أداتكم جنديكم وخادمكم وتحت وصايتكم أنتم الأمريكيون تستطيعون أن توقفوا العدوان على غزة لأنه عدوانكم من يريد منع قيام حرب إقليمية والخطاب للأمريكيين يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة وأنتم أيها الأمريكان تعرفون جيدا أنه إذا حصلت الحرب في المنطقة فلا أساطيلكم تنفع ولا القتال من الجو ينفع وأن الذي سيدفع الثمن بالدرجة الأولى مصالحكم وجنودكم وأساطيلكم التي ستكون الضحية والخاسرة الأكبر اليوم العالم كله مطالب باسم هذه الدماء المظلومة دماء آلاف الأطفال والنساء في غزة باسم المدنيين باسم المساجد والكنائس والمستشفيات باسم كل ما هو إنساني بكل ما هو إنساني وأخلاقي وله قيمة مطالب بأن يتخذ موقفا بأن يعمل في الليل وفي النهار بجد من أجل وقف العدوان وليس لرفع العتب أيها الإخوة والأخوات في الأفق أقول لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا في غزة ولكل المقاومين الشرفاء في فلسطين وفي منطقتنا في الأفق نحن جميعا منذ قيام المقاومة بعد قيام الكيان نخوض معركة صمود معركتنا لم تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية ما زلنا نحتاج إلى وقت حتى نكون واقعيين ولكننا ننتصر بالنقاط ننتصر ونغلب بالنقاط هكذا انتصرت المقاومة في لبنان بالخمسة وثمانين وبالالفين وبالالفين وستة وهكذا انتصرت المقاومة في غزة وهكذا انتصرت المقاومة في الضفة إنجازات وهكذا انتصرت المقاومة في العراق وهكذا انتصرت أفغانستان وهكذا بالصموب بالصبر بالقدرة على التحمل هذا ما لا يملكه العدو يخرج الناس من تحت الانقاط في غزة ويقولون فداء للمقاومة في حرب تموز تدمر البيوت ويخرج الناس ويقولون فداء للمقاومة هل تجدون في هذا الشعب الذي جئ به من كل أنحاء العالم من يقول أن بيتي وابني وزوجي فداء لإسرائيل لم نسمع شيئا من هذا حتى الآن لم نسمع بشيء من هذا حتى الآن المعركة إذن هي معركة الصمود والصبر والتحمل وتحقيق الإنجازات وتراكم الإنجازات وإفشال العدو ومنع العدو من تحقيق أهدافه وهكذا سننتصر نحن جميعا أعود وأقول يجب أن نعمل ليقف العدوان على غزة ويجب أن نعمل لتنتصر غزة وتنتصر المقاومة في غزة وأنا أقول لكم أولا إيمانا بالوعد الإلهي الذي وعد المؤمنين الصادقين الصابرين المجاهدين بالنصر هذا وعد الله ولم يخلف الله معنا في يوم من الأيام وعده عندما وجدنا حقا وحقيقة صابرين صامدين ثابتين نقاتل في سبيله مهما بلغ التضحيات التضحيات هي دليل الصدق والإخلاص الذي يستجلب النصر الإلهي هكذا كنا في كل الحروب السابقة وأنا شخصيا أيضا ومن موقع التجربة الشخصية مع سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي الذي كرر أكثر من مرة في هذه الأيام يقينه وإيمانه انطلاقا من يقينه بالوعد الإلهي أن غزة ستنتصر وأن فلسطين ستنتصر وهو الذي قال لنا ذلك بعد أيام قليلة من حرب تموز حين لم يكن هناك أي أفق للانتصار عندما قال لنا ستنتصرون بل ستتحولون إلى قوة أقليمية أنا أقول لأهلنا في غزة برغم من كل الجراح لأهلنا في الضفة لكل الشعب الفلسطيني لكل الشعوب المقاومة في المنطقة لكل الذين تخفق قلوبهم للأطفال والنساء والمظلومين في فلسطين وفي غزة أقول لهم أن تحملنا المسئولية وصمودنا جميعا وصبرنا واحتسابنا ما يجري وما نقدمه من دماء وتضحيات في عين الله وفي سبيل الله سيكون نتيجته النصر الأكيد إن شاء الله ونحن وإياكم وإن كنا اليوم نحتفي ونكرم ونحتفل بشهدائنا الأعزاء الأطهار سدلتقي قريبا للاحتفال إن شاء الله بانتظار غزة وشعب غزة ومقاومة غزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة